السلام عليكم أصدقائي المتابعين كيفكم كيف صحتكم وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب اليوم بهذا الفيديو بالبداية ببداية الفيديو راح أحكي لكم الحمد لله رب العالمين بعد ما ضلينا بالصالة خمس أشخاص من أصل 80 شخص الحمد لله رب العالمين اليوم أجل قرار النقل تبعي لمدينة على حدود بلجيكا بيني وبين المدينة تقريبا شي شي تقريبا أكتر من 300 كيلو متر اليوم راح ينقلونا لهاي المدينة على حدود بلجيكا بيني وبين بلجيكا بيصير 9 كيلو متر بأقصى أقصى أقصى الجنوب هللا من شوية يعطونا الخبر راح يتم نقلنا أنا واتنين سوريين على هاي المدينة على الأغلب على الأغلب بظن أنا أنه راح يكون نقلنا على سفينة على كامب جوه سفينة هيك أنا بظن بس بقى ما بنعرف احتمال يكون مبنى احتمال يكون شو هو الكمب اللي راحين عليه الله أعلم وحتى يعني ما بنعرف إذا راح نضل بهاي المدينة ولا راح نطلع منا بعد فترة يعني مؤقت ولا دائم ما بنعرف الله أعلم هذا هو الشي اللي صار معي اليوم والله أعلم إما بدي نقلونا ادعو لنا ومننتقل للخبر الثاني اللي هو راح أحكي فيه على قافلة النور يا جماعة أنا لما حكيت بالفيديو السابق على قافلة النور أنا كنت عب أعطي وجهة نظري تمام عب أعطي مجرد وجهة نظر فالعالم بلشت بالتعليقات تتساخف ومنن صاروا يعلقوا تعليقات فيها قلة أدب فأنا حذرت بعض الأشخاص من التعليقات لهذا السبب اللي يعني أنا لما عب أعطيكم وجهة نظري أنا ما عب برفض هذا الشي بالعكس أنتو يعني هذا الشي بيخزكم اللي بده يطلع واللي ما بده يطلع براحته بس العالم العالم بعد فترة راح تكتشف أنه كلامي وحتى يعني إن شاء الله يكون مو صح كلامي إن شاء الله الله يسلكم جميعا في عالم حتى تكتب تعليقات أنه أنا وصلت لأوروبا وما عد ريد الخير لغيري فهذا كله كلام سخيف اللي بيطلع لأوروبا بالعكس بريد العالم تطلع ليش ما حتى تطلع العالم الأوضاع بتركية يعني صايرة أسوأ 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 مما يتخيلوا أي إنسان فالعالم عبتحط حالة بالموت مشان تطلع من تركية فأنا بهاي القفلة النور يا جماعة بحست ودورت وكذا يا جماعة والله العظيم هي مجرد لعبة سياسية من تركية ضد اليونان فقط إن شاء الله يكون كلامي غلط وإن شاء الله الله يصلكم جميعا وتدخلوا بس كل التعليقات إذا تدخلوا على التعليقات أي شخص عب يحكي على قفلة النور بتشوفوا بالتعليقات أنا انتبهت على التعليقات كلها عب تكتب أنه بهاي القفلة راح تكون مجرد لعبة سياسية وحتى في مسؤول باليونان مسؤول باليونان طلع وحكى قال بأنه هاي الألعاب اللي عم تعملها تركية يعني راح تساوي مشاكل كتير كبيرة وأنه لازم الاتحاد الأوروبي يعني يتدخل بهذا الموضوع أصلا هلأ مجرد ما الاتحاد الأوروبي يدعم تركية ببعض المصاري راح توقف هاي القفلة مباشرة واليونان هاد المسؤول هو نفسه اللي طلع عب يحكي عب يقول بأنه نحن لن نسمح لأي مهاجر غير شرعي لأي شخص بأنه يعبر حدودنا بشكل غير قانوني يعني هو عب يحذر اي شخص بأنه يطلع مع هالأشخاص والباي هو شي بخصكن يا جماعة أنا والله العظيم ما لي ضده بس انه تصيروا لعبة بإيد هاد وبإيد هاد هذا الشي اللي مو صح تمام هاي وجهة نظري بس فقط مو أكتر ولا أقل وبالنهاية أنا عب تابع أخبار هاي القافلة والله يسر لجميع العالم اللي كانت طالعة معها اللي كانت طالعة مع غيرها والسلام عليكم شكرا